أن يظهر الإنسان حسن عمله وأن يحسن عمله أمام الناس وفي الحقيقة فخطورة المنافق في البلد والمجتمع المسلم هو أشد خطراً من العدو الظاهر يبرر حتى لصهاينا الآن اعتداءهم على أهلنا في غزة يقول هم بدأوا هم المعركة يقول الله تعالى واصفاً حال المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وحال هؤلاء لا يخفى على عاقل لما له من الضرر الكبير على تماسك الأمة المسلمة فما هو النفاق الذي حذر الشرع من أصحابه وما أبرز صفات أهله يعرفنا عن ذلك الدكتور ياسين علوش عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلم إضافة لوجود أسئلة فقهية هامة سيجيب عنها الدكتور مشكوراً إياكم الله دكتور أهلاً وسهلاً بكم الجديد دكتور أبدأ معك بتعريف النفاق ما تعريف النفاق ما أنواعه أقسامه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله تعالى خيراً أيها الأخوة الفضلاء على استضافتكم لي النفاق في اللغة هو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن هو أن يظهر شيئاً ويبطن شيئاً آخر وأما في الشريعة الإسلامية فقد قسمه علماء الشريعة إلى قسمين اثنين نفاق العقيدة وهذا النوع هو النوع الأخطر والذي كثر عنه الحديث بكتاب الله سبحانه وتعالى وهو أن يظهر الإنسان والإيمان ويبطن الكفر وإنما تحدثت عنه الآيات الكريمة كثيراً وأظهرت أوصافهم أوصاف هؤلاء المنافقين لوجودهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فهؤلاء الذين كانوا يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه الإيمان وفي الحقيقة هم كفار حقيقيين هذا هو النوع الأول والنوع الثاني هو نفاق العمل وهو الذي يسمى الرياء يعني أن يظهر الإنسان حسن عمله وأن يحسن عمله أمام الناس وفي الحقيقة هو أيضاً خلاف ذلك وهذا هو دون النوع الأول في الخطورة لكنه أيضاً من الخطورة بما كان على الإنسان أن يتقي شر هذا النفاق لأنه يتسلل إلى العمل تسللاً ويبطل أجر صاحبه الإنسان إذا أصاب عمله شيء من الرياء أو السمعة أو غير ذلك من هذا الذي قد يصيب العمل فإن هذا النفاق يبطل هذا العمل والله تعالى لا يقبل عملاً إلا إذا كان خالصاً لوجه الكريم سبحانه وتعالى لكن دكتور الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه هم العدو فحذرهم دكتور كيف لنا أن نميز أو بمعنى آخر ما أبرز صفات هؤلاء المنافقين كيف نعرفه سابقاً في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن يتنزل على النبي فيعرفه لكن نحن دكتور الآن كيف نعرفه ما أبرز صفاتهم سماتهم كي نحذر منهم يعني سأبدأ بما بدأت به بقوله تعالى هم العدو فاحذرهم الحقيقة هذا يبين لنا خطورة هؤلاء فخطورة المنافق في البلد والمجتمع المسلم هو أشد خطراً من العدو الظاهر العدو الظاهر وعدو اليهود والنصارى أعداء ونراهم وعدوتهم الآن ظاهرة في فلسطين على أهلنا في غزة نصر الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على القوم المجرمين وأن يحفظ دماؤهم وأعراضهم هنا الآن ونحن نتحدث طيران النظام المجرم يقصف حالياً هذا عدو ظاهر العدو الخفي أخطر لأنه يتسلل كما تتسلل الحية إلى البيت أو العقرب إلى البيت لا لا ترى نحن نقول دائماً اللص الذي يأتي من خارج البيت أهواً خطراً من اللص الذي يكون من داخل البيت يعني إذا كان صديقاً أو قريباً يدخل ويخرج إلى البيت فأنت تأمنه وتأمن مكره ولكن هو في الحقيقة لص وعدو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال هم العدو يعني هم العدو الحقيقي ونرى أن المنافقين في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكروا أنهم في الدرك الأسفل من النار صفاتهم أوضحها لنا رب العالمين كما أوضحها للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واضحة لنا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بصريح العبارة عندما قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث علامته وصفته إذا حدث كذب فالمنافق يكذب بل إن دينه يقوم على الكذب وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم هذا هو عين الكذب إذا حدث كذب وإذا اعتمن خان يخون الأمانة المؤمن لا يخون الأمانة وإذا عهد غدر لا يفي بعهد يعاهد به الناس لأنه لم يفي بعهده مع الله سبحانه وتعالى من قبل وفي رواية أخرى وإذا خاصم فجر الفجور في الخصومة هذه من أهم صفات المنافقين التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أطالت الآيات في شرح أوصاف المنافقين وبيان أوصافهم الله سبحانه وتعالى يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض أيضا هذا يبين لنا صفة من صفات المنافقين وهي موالات المنافق للمنافق أنهم أولياء بعض يوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف هذا صفة واضحة فإذا رأيت إنسانا يأمر بالمنكر يأمر بما يغضب الله سبحانه وتعالى يأمر بسوء الأخلاق يأمر بالتحلل الأخلاقي يأمر بالظلم هو منافق يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويضيف الله سبحانه وتعالى قال ويقبضون أيديهم البخل من صفات المنافقين البخل فإذا نعم الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبيّنت أوصاف المنافقين لأصحاب النبي لكنها أيضا واضحة لنا في كتاب الله سبحانه وتعالى فإذا اجتمعت هذه الأوصاف في إنسان وأعيذ نفسي وإياكم بالله سبحانه وتعالى أن يكون بيننا من تجتمع به مثل هذه الأوصاف فهو منافق لا بشك ولا غير دكتور في صنفنا الناس حاليا في واقعنا المعاصر دكتور أنت ترى الآن قصف النظام مع كل هذه الأحداث إلى الآن يبررون للنظام قصفه وحربه وتدميره وقتله للبشر فدكتور هؤلاء تحت أي باب ينزلون؟ هل ينزلون تحت حكم النفاة؟ بداية دعني أبين نقطة وجود المنافقين في المجتمع المسلم هي ليست حالة صحية لكنها هي حالة موجودة فإذا وجدت في مجتمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقولا واحدا لن تخلو من مجتمع آخر أبدا لكنها تدل على قوة المؤمنين لذلك في المرحلة المكية لم يكن هناك منافقون لماذا؟ لأن المؤمنين كانوا في ضعف عندما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة له قوته وله دولته وله رجاله وله جيشه ظهر النفاق فهذا دليل قوة المؤمنين قوة الدولة المسلمة وإلا المنافق في حالة ضعفه ما بحاجة ينافق لك أصلاً هو يبدي كفره لكنه يصبح يعني منافقاً عندما يرى للمسلمين قوة وشوكة فأنا أقول لله الحمد يعني وجود هؤلاء دليل على قوة شوكة الإسلام إن شاء الله سبحانه وتعالى رغم ما نتعرض له لكن القوة لا تعني فقط القوة العسكرية وقوة السلاح وهي موجودة إن شاء الله أيضاً هي قوة الفكرة وقوة المبدأ وقوة العقيدة فهؤلاء الموجودون في مجتمعاتنا في ظل الثورة وهو الذين اصطلح عليهم الناس مصطلح المؤيدين أو مؤيدون نظام أو إلى آخره ممن يقيمون في بلادنا نحن ننظر إلى من يقيم عند النظام بغض النظر إن كان شبيحاً أو إنساناً عادياً ننظر إلى من يقيم هنا ألجأته الظروف للبقاء هنا للحفاظ على ربما بعض المكتسبات المعيشية من ماله أو راتبه أو ربما أرضه أو غير ذلك فتراه يدافع عن هذا النظام وإذا سمحت له الفرصة أن يطعن في الثورة وأهلها لا يقصر لذلك هؤلاء أنا لا أقبل منهم أبداً يعني أنا أقبل من إنسان ثوري أن ينتقد شيئاً ثورياً قل لك والله مثلاً في المؤسسة الفنيان في خطأ أنا أقبل لأني أعلم أنه ناصح هو ابن الثورة وحريص عليها ونحن مع النقد البناء مع مراجعة أخطائنا نحن لا نخلو بل أخطاؤنا كثيرة نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولذلك نحن نتناصح فيما بيننا وبعضنا بعضاً حتى نعالج هذه الأخطاء لكني لا أقبل من المؤيد أن ينتقد الثورة قل أنت ما لك علاقة الثورة أنت ما لك من الثورة في الأصل لذلك ترى هؤلاء يبرر للنظام قصفه يبرر إلى الآن قصف المدنيين مثلاً في المجازر الأخيرة التي قام بها النظام المجرم عقب افتعال تفجير الكلئي الحربي والآخر فترى بعضهم يقول طيب هم بدأوا قتلوا مدنيين في الكلئي الحربي من الذي قتل؟ وهل ثبت عندك أن الذي فعل ذلك هو من محسوب على المجاهدين؟ له يبرر لهذا النظام المجرم يبرر لروسيا يبرر حتى لصهاينا الآن اعتداؤهم على أهلنا في غزة يقول هم بدأوا هم المعركة بدأوهم لتحرير أرضهم هم محتلون سواء كانوا مدنيين أم عسكريين هم محتلون مغاصبون وحق الدفاع عن نفس حق مكفول في كل الشرائع السماوية والقوانين الأرضية فإذن علينا أن نحضر منهم علينا أمثال هؤلاء المؤيدين بداية أن ننصحهم لله سبحانه وتعالى لكن للأسف بعضهم إذا أصابه هذا المرض مرض نفاق فيعني نادر أن يتوب أو أن يشفى من هذا المرض نصر الله تعالى العفو جزاك الله خير وبرك الله بكم نترككم متابعين الكرام مع فاصلا قصير ثم نتابع معكم الإجابة عن الأسئلة الفقهية نتابع معكم متابعين الكرام الإجابة عن الأسئلة الفقهية مع الدكتور ياسين علوش حياكم الله دكتور دكتور يقول السائل هل يجوز إخراج صاحب المنزل من منزله إجبارا بسبب وجود البيت ضمن منطقة عسكرية وهو يرفض الخروج أحيانا إذا كان في ذلك مصلحة وحق لدم صاحب هذا البيت بل يجب إذا وجد في مكان فيه خطورة عليه وعلى عياله بل يجب على المسؤولين وأهل الإختصاص أن يخرجوه حفاظا على نفسه وإذا كان في منطقة عسكرية قريبة جدا للنظام ومعرض للقصف أو إلى خريق أو ربما حركته قد في البيت وإنارته لنور ليلا ونحوذ ذلك قد تلحق الأذى أحيانا بالمرابطين يجب إخراجه لكن لا أن يخرج ويلقى في الطريق يخرج إلى أن يؤمن في مسكن آخر حتى لا نلقيه في الطريق ووعياله نحن نعمل لمصلحتك ولمصلحة الأمة يخرج من بيت إلى بيت آخر يكون فيه أكثر أمنا على نفسه وعياله لا بأس في ذلك السؤال التالي دكتور هل يجوز قراءة أذكار الصباح والمساء على جنابه؟ أجاز الفقهاء للجنوب أن يذكر الله سبحانه وتعالى بل عليه أن يذكر الله والمؤمن لا يقطع ولا يترك ذكر الله سبحانه وتعالى في كل حالاته ولو كان على جنابه فلا خلف بين الفقهاء في ذلك لأنه الممنوع على الجنوب أن يقرأ شيئا من القرآن أو يمس المصحف بالإضافة لأمور الأخرى لكن الفقهاء قالوا حتى لو قرأ من الأذكار ما فيها قرآنا على سبيل الذكر فلا حرج في ذلك لكنه يقرأها على سبيل الذكر لا على سبيل التلاوة فلا حرج إن شاء الله يقول السائر الدكتور هناك خواتم من ذهب فيها قطع زجاجية تزينها وعندما يبيعها الصائغ يوزينها مع الخاتم وتأخذ نفس سعر الذهب وإذا أراد شخص أن يبيع هذا الخاتم من الصائغ يقوم بنزعها ثم يوزن هذا الخاتم الحقيقة عندما يبيع هذا الصائغ ويزنها على أنها ذهب هي ليست بذهب يعني هو يزن الخاتم كله بما فيه من هذه الفصوص الصغيرة الزجاجية أو غير ذلك التي تزين فلا يجوز أن يبيعها وزنا على أنها ذهب وهي ليست بذهب إما أن يبيعها كقطعة يقول لك هذا الخاتم مثلا ثمنه مئة دولار بغض النظر عن وزنه لا حرج في ذلك يمكن أما أن تبيعها وزنا على أنها غرامات ذهبية وليست بذهب هذا لا يجوز ويظهر ذلك عندما يأتي ليشتريها هذا الصائغ ينزع فلماذا إذا كالوا على الناس يستوفون وإذا كالهم أو وزنوهم يخسرون هذا لا يجوز أبدا وأنا أنصحهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ذلك فإذا يجب إما أن تباع كقطعة وتشترى كقطعة أو أن تنزع قبل أن يزن يكون وزنها معرفة للذهب وزن مثلا ثلاث غرامات بغض النظر عن وجود هذه القطعة الزجاجية الموجودة فيه يقول السيد الدكتور عندي شات أصابها مرض فخشيت أن تموت فذبحتها على نية أنها عقيقة فهل يصح هذا؟ اشترط الفقهاء في العقيقة ما اشترطوه في الأضحية شروط العقيقة هي شروط الأضحية ولذلك الفقهاء قالوا لا يجوز ذبح الأضحية المريضة البين مرضها والعوراء البين عورها إلى آخر فلا يجوز كانت مريضة ومرضها وهو الآن يقول ذبحها خوفا عليها من الموت إذا أصابها مرض شديد فمثل هذه لا تصح عقيقة لأن لا تصح ضحية يقول السيد الدكتور هل يصح قوله بجاه النبي أثناء الدعاء؟ الحقيقة هذا مما اعتاد عليه كثير من العوام لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر عن أصحابه مثل هذا الدعاء ولذلك علينا أن نلتزم بما أتانا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن دعني أن ألفت انتباه السامعين إلى أمر وهو أن لا نبالغ في الإنكار على هؤلاء العوام ولا نتهمهم بالشرك أن هذا يعني هو شرك بالله سبحانه وتعالى يشرك مع الله هؤلاء عوام اعتادوا عليها يعني على ألسنتهم لا يقصدون بها شركا ولو علموا لا تعلموا فلا نبالغ في ذلك يمكن أن نعلمهم ولكن دون أن نبالغ في الإنكار الذي يصل إلى اتهام بالشرك أول وثنة أو نحو ذلك لكن أصل الترك نعم أولى ذلك يقول السيد الدكتور هل يجوز لزوجتي أن تعمل كمدرسة علما أني لست بحاجة لعملها لم يمنع الإسلام المرأة من العمل ولكن وضع له ضوابط وشروط من أهم هذه الضوابط وشروط الالتزام بالأحكام الشرعية ألا يكون في عمل المرأة تبرج ولا خلوة ولا اختلاط محرم ولا نحو ذلك ومن شروطه عمل المرأة أيضا بل خروجها من بيتها إذن زوجها ووليها إن كان لها زوج أو إن كان لها أب ولم تكن صاحبة زوج فلذلك لا يجوز المرأة أن تخرج إلا بإذن زوجها فهذا الزوج إذا لم يرى حاجة ولم يرى مصلحة له ولأسرته من عمل فله أن يمنعها وعليها أن تلتزم فالمرأة الصالحة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي التي إذا أمرها زوجها أطاعته فعليها أن تطيعه في ذلك له أن يمنعها له أن يمنعها سواء كان بحاجة أو بغير بحاجة له أن يمنعها من الخروج بل هو الأولى والأصل والمهمة الأساسية للمرأة هي تربيتها لأولادها وخدمتها لأسرتها وحسن تبعولها لزوجها يعدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأعمال الصالحة هذا هو الأصل والله أعلم عندنا السؤال دكتور يقول ما حكم قراءة القرآن بدون تجويد الأصل للمسلم أن يتعلم التجويد وهذا مما لا يعذر مسلم بجهلي إلا كبار السن والعوام أو المنقطعين في البادية مما لا يجدون من يعلمهم يقرؤون ما يستطيعون لكن الأصل أن يتعلم أن يتعلم الذين آتيناهم والكتاب يتلونه حق تلاوته وحق التلاوه هو تعلم التجويد ولذلك لابد ولسيما في بلادنا هنا في المناطق المحررة ولله الحمد أصبح هناك مجال حلقات القرآن الكريم موجودة في المساجد المعاهد الشرعية للكبار للصغار للجميع إذن وهذا خروج المرأة لتعلم كتاب له أولى من خروجها للعمل الحقيقة ولذلك قد يُعذر الإنسان بجهلي إن وجد هذا المبرر لكن في بلادنا ليس هناك مبرر لتركه تعالى يجب أنه وتعلم التجويد حكم اللازم ومن لم يجد ودير القرآن آثم السؤال الأخير دكتور ما حكم شراء ساعة من محل تجاري مقابل الدخول في مسابقة يجب على هذا السائل أن لا يشتري الساعة بنية دخول المسابقة وإلا يخشى منه أن يقع في القمار يكون يعني دخل المسابقة من أجل ذلك لكن أن يقوم بائع ما أو تاجر ما بإقامة مثلا مسابقات أو تقديم هدايا لزبائنهم ما في حرج يعني مثل واحد دخل اشترى مثلا جهاز جوال فأهداه مثلا البائع مثلا علبة أو أهداه شيئا أو غير ذلك أو كفر لي أو نعم غير ذلك هذا لا بأس به طيب ولو رمى قرعة بين زبائنها أيضا ما في حرج يقول أنا أصوتي هدية لواحد من أولئة الزبائن لكن المشكلة أن الأمر أصبح فيه مبالغة يعني يحط سيارة يقول هذه تجرى قرعة على السحب فيأتي الناس وتنصب نيتهم الدخول في القرعة ليس لأجل الشراء في نقطة أخرى مثلا بعض بعض علب المناديل فيها هدية هذه هذه أولا هي صغيرة ليس الذات قيمة كبيرة ثانيا أنت عندما تشتري علبة المناديل تشتريها بثمنها ثمن المثل يعني ثمنها مثلا عشر ليلات خلاص عشر ليلات فإذا بالغ بالثمن من أجل الهدية أصبح قمارا في أيضا قطع بسكوت تباع ليست لها قيمة ربما يكون ثمن مثلها مثلا نصف ليرة وهي تباع بخمس ليرات من أجل ماذا؟ هدية من أجل هدية الموجودة فيها عند ذلك هذا قمار وأنا أنصح إخواني التجار أن لا يقعوا في ذلك وأن يبعدوا هذه الشبهة عن أموالهم وتجارتهم رزاك الله خيار وإياك بشار وبرك الله بكم ختاما نشكر لكم وتابعين الكرام حسن سماعكم وإنصاتكم ولا ننسى أيضا أن نشكر الدكتور ياسين علوش على حضوره ومشاركته معنا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته